زي ما أقول لحضراتكو حلقة مميزة جدا لكن خلينا نتكلم على نادينا النادي الأهلي اللي بيستعد بشكل أكتر من رائع من خلال المدير الفني الجديد كولر النادي الأهلي يمكن بدأ تدريباته بشكل جيد جدا وعايز أقول لحضراتكو أن حالة من الانضباط الكامل داخل صفوف النادي الأهلي أرصاها بشكل أكتر من رائع وبشكل احترافي جدا مارسل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي اللي بيتسم بالجدية يتسم بالالتزام ولكن كمان يتسم بالهدوء وده شيء جيد جدا ومن خلال متابعتنا لتدريبات الفريق من خلال متابعتنا لردود الأفعال للفريق في النادي الأهلي الفترات اللي فاتت أعتقد إن شاء الله بإذن الله هتكون انطلاقة قوية جدا بإذن الله يوم 9 أكتوبر ده معاد أول لقاء في البطولة الأفريقية دور الأبطال على مستوى أفريقيا والنادي الأهلي مع طبعا اتحاد المنستيري التونسي اللي حتقام المباراة زي ما قلت لحضراتكو يوم 9 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله واللي حيكون بعثة النادي الأهلي إن شاء الله هتسافر يوم 6 رئيس البأس إن شاء الله طبعا السيد الوزير العام لفاروق نائب رئيس النادي الأهلي والنهاردة الحقيقة فريقنا خاد مباراة أمام فريق قوي جدا على مستوى الدوري في الموسم اللي فات فريق طلاق الجيش التجربة كانت تجربة جيدة انتهت المباراة بالتعادل 0-0 وشارك فيها عدد كبير من اللاعبين وهذا أقول لحضراتكو يمكن بدأ النادي الأهلي استعداداته من خلال المباريات الودية يعني بمباراة بتروجيت ثم مباراة أسوان والنهاردة كان مباراة أمام طلاق الجيش طلاق الجيش بيأدي في الموسم الماضي فريق أكتر من رائع وزي ما أقول لحضراتكو انتهت المباراة يمكن من ساعة أو ساعة وشوية بنتيجة التعادل السلبي 0-0 الراجل اللي قدامكم بيقوم بشكل أكتر من رائع من خلال تدريباته من خلال حتى المساعدين والمتواجدين شايفين بعض الجمل التكتيكية اللي بتقوم على ملعب التيتش بيحاول بقدر الإمكان أنه يوصل فكره بالنسبة للعملية الخططية ان شاء الله اللي هيقوم بيها في مباراة أول مباراة يوم الحد ان شاء الله 9 أكتوبر في أول خطوات المشوار الأفريقي كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة زي ما بقول لحضراتكو بينهي مشوار المباراة الودية كل اللعيبة على مستوى الحمد لله على مستوى جيد جدا على مستوى رائع سواء من الحالة البدنية وده مهم جدا اللي ركز عليها كولر من أول مجه الراجل طلب فايل لكل لعيب ويشوف الحالة البدنية لكل لاعب بجانب طبعا القياسات البدنية اللي كانت أول مرة في النادي الأهلي بتجرب هذه الاحترافية ويفعل حالة البدنية بشكل أكثر من رائع وبدأ يبني أفكاره التكتيكية من خلال التلات مباراة اللي فاته سواء أمام بيت روجيت أو أسوان أو النهاردة أمام طبعا فريق طلاع الجيش كل التوفيق للنادي الأهلي في الموسم القادم إن شاء الله تكون ضربة البداية في المشوار الأفريقي نجحة بإذن الله مباراة صعبة زي ما قلت لحضراتكم المنستيري أو التحدي المنستيري التونسي حصل على المركز الثاني في الدورة التونسي يعني مباراة صعبة ولكن كلنا ثقة في النادي الأهلي لعبته وإدارته وعلى مستوى الجهاز الفني